خلينا نروح لزمنا كريم أحمد نشوف أخبار تمرين الفريق النهاردة طبعا في وجوه كتير خرجت عن فريق نادي الأهلي سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي لفرق تانية وفي وجوه مش هتكون حضرة بسبب عدم اكتمال شفاقها أو بسبب إصابتها وبالتالي خلينا نتكلم على ملامح اللعيبة اللي ممكن تكونها تشارك الصفقات الأهلي أو الوجوه الجديدة اللي انضمت لنادي الأهلي مين منهم أقرب للمشاركة زمينا كريم أحمد من ملعب تدريب النادي الأهلي هيكون موجود معنا مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك زمينا العزيز أحمد كل التحيي لك ولكل مشاهديك وجمهور النادي الأهلي أهلا بك تطمننا كده على معسكر الفرقة بشكل عام وعلى ملامح التدريب النهاردة بشكل خاص الحقيقة ده وافعة كبيرة جدا لكل لعيبة النادي الأهلي وعارفين أهمية البطولة وأهمية المرحلة القادمة لكل اللاعبين وخلاص نقدر نقول بقى بدأنا يعني زي ما أنت ذكرت طبعا زمينا أحمد نحن هنكمل لكن بالنسبة اللعيبة دي بداية معسكر وبداية سيزون وبداية استعدادات كبيرة جدا للمرحلة القادمة إن شاء الله تكون كلها بطولات وانتصارات لكل لعيبة النادي الأهلي وجمهور أيضا جمهور العظيم هو جمهور النادي الأهلي الحقيقة وجود كابتن محمود الخطيب كعدته ومسندته قال دائما هنا في معسكر فريقة النادي الأهلي اللي وصل من لحظات تابع التدريب بالكامل يعني بتدي طمأنينة كبيرة جدا وكون رسالتها مهمة جدا لكل لعيبة النادي الأهلي وحضرناها الحقيقة زميلي أحمد على مدار السيزون الماضي طبعا يعني من كل مباراة مهمة بنشوف الكابتن محمود الخطيب بيسافر مع اللعيبة في فترات صعبة جدا بيتحمل عناصره بشكل كبير جدا فالمردود واصل للعيبة والرسالة واصلة لكل لعيبة النادي الأهلي والحقيقة كمان زميلي أحمد يعني في اللحظات اللي أنا بكلمك عليها يمكن بيتسو موسماني للمدير الفني فريقة النادي الأهلي في تأسيمة بكامل الملعب في كل الملعب حماس كبير جدا وجدية كبيرة جدا الحقيقة كمان الصفقات الوفدين الجدود أكد عنهم أكثر مرة ظهرين بشكل رائع ومميز جدا في حماس كبير ميكي سوني ممكن يكون لي دور كبير الفترة القادمة مع فريقة النادي الأهلي تحركاته رائعة وممتازة سرعته كمان هكلها تأثير كبير جدا توظيفه طبعا مطروك لبيتسو موسماني المدير الفني لأن الحقيقة بيجيت في أكثر مما كان أحمد عبدالقادر عمار كل اللعيبة المتواجدة كريم فؤاد كمان اللي بنأمل إن شاء الله ينساجم سريعا مع كل اللعيبة النادي الأهلي لصفقات المميزة المتواجدة مع فريقة النادي الأهلي مع الكوكبة الرائعة اللي قدرنا أن نحن نحقق بها زميلي أحمد العدد دائماً البطولات الكبير جداً خلال الموسم الماضي بنأمل وبتدينا إشارة أمل كبيرة جداً اللي إن شاء الله بإذن الله بالجدية اللي احنا شايفينها مع اللعبين وبالتخطيط الرائعة والمميز من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسماني مرحلة قادمة إن شاء الله كلها تكون انتصارات وبطولات لفريق النادي الأهلي تدريب مميز جداً جرعة تدريبية قوية لفريق النادي الأهلي بدأ التدريب خمسة لكن حتى هذه اللحظة التدريب مستمر يعني يقدر نقول أقل من عشر دقائق وانتهى المراب الكامل لكن معسكر مميز كمان أنت عارف زميلي أحمد يعني الحاجات المميزة جداً هنا إن فندق لقامة يمكن متواجد فيه ملعب وده حاجة مهمة جداً بتساعد لعيب النادي الأهلي عدم الانتقالات بشكل كبير إن أنت تروح الملعب وترجع فيمكن الاختيارات المميزة والرائعة كعادية الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة بتساهل بشكل كبير الأمر يبقى متروك إن شاء الله بإذن الله على اللعيبة وتركزهم وفي البداية طبعاً ربنا سبحانه وتعالى يكون موفى لعيبة النادي الأهلي في المباراة القادمة إن شاء الله وفي طلاع الجيش اللي بنتمنى إن شاء الله بإذن الله كريم ما نوصلش لأي بقى يعني نص ساعة ونص ساعة وقت إضافي لكن القادم أفضل إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله خلينا أسألك ويمكن ده السؤال اللي بيشغل بالي الجمهور النهاردة يعني الجمهور طبعاً نفسه جداً يشوف الصفقات الجديدة ويشوف إنها يعني هتمثل قوة ضربة مع الفريق والبداية هتكون بمباراة بطولة هل أنت شايف من خلال متابعتك للمعسكر للتمرين إنه وطبعاً القرار في إن أنا فاهم طبعاً إنه القرار في إنها هي يبقى المستر موسيماني وهيتحدد يمكن في اليوم اللي قبل المباراة لكن أنا عايز أدردش معاك أنت شخصياً وجهة نظرك شايف إنه اللعيبة اللي دخلت جديد سواء المعارين عبدالقادر عمار سواء اللعيبة المصريين كريم وحسام حسن أو حتى طبعاً تقعوا بعيد عن المشاركة الفترة اللي جاي لكن لويس مكسوني من ناحية البدنية ومن ناحية التفاهم والانسجام مع الفرقة ممكن نشوفهم ممكن يزهروا في مباراة الطلاع ولا شايف إن دي فرصة هيكون قدامها شوية وقت يعني أكيد بتاكيد زميل أحمد سؤال مهم جداً لكل اللعيبة المتواجدة مع فريق النادي الأهلي الدور المهم طبعاً في البداية لمساعد اللعيبة أن نحن نشوفها في معسكر يعني نقدر نقول نهاردة تالت يوم أو تاني يوم لفريق النادي الأهلي الدور الكبير وهو اللعبين الكبار الحقيقة لإمكان لاحتضروا اللعيبة بشكل كبير جداً من البداية الحديث والتحفيز وقيمة النادي الأهلي الكبيرة ده حديث كبير جداً كل اللعيبة حياة شناوي أيمان أشرف ربيع كل اللعيبة الكبار قعدت مع اللعيبة دي قبل نزولهم لأول يوم في الملعب من تاني يوم زميلي أحمد واضح التركيز الكبير واضح أن لعيبة دي عايزة يعني حسام بيأدي أداء رائع جداً حسام حسن طبعاً ممكن سوري بقولك تحركاته مميزة جداً والحقيقة بيتسو موسيماني بيشيد بيه بنسمع إيشاته في التدريبات أحمد عبدالقادر واضح أن تركيزه كبير من شوه عشان ضايع ضرب الجزاء أو كان فيه استهتار شوه في ضربة الجزاء نقدر نقيمه لكن الحقيقة تدريبه رائع ومميز مجهوده وإصرار عمار وروحه اللي شفناها في الفترة اللي فاتت شايفانها الحقيقة في الملعب يعني بنأمل إن شاء الله بس أن اللعيبة تحافظ على بعدها زاميلي أحمد لأنه واضح الحماس كبير والتدخلات يعني كل اللعيبة النهاردة في التدريب التدريب ممكن يقف مرة واثنين وثلاثة لأن التدخلات قوية لكل عايز ياخد فرصة وتحديداً الصفقات الجديدة لكن فيه ممكن يبقى فيه دور كبير لعدد كمان من الصفقات مش لعب ولا اثنين ممكن يكون فيه دور كبير لعدد من الصفقات مع ظهورهم إن شاء الله مروراً إن شاء الله بإذن الله ما يوم الاثنين اللي أكيد بيتسو مسانبي بيحط فيه التشكيل وبعد اللعيبة لكن إن شاء الله بإذن الله بطمينك وبطمين كل جمهور النادي الأهلي لعبتنا إن شاء الله يكون رجالة في مباراة يومها ثلاثاء اللي هيلعب إن شاء الله الأهلي بمنحضر وده شعار مرحلة القادمة لكل لعيب النادي الأهلي إن شاء الله نقدر نرفع الكأس الرقم 12 إن شاء الله بشكرك شكراً جزيلاً زميل عزيز كريم أحمد من ملعب تدريب النادي الأهلي